هتفت جماهير الرجاء بكل حماس تشجع فريقها وتضغط على الأهلي لكن في الملعب كان هناك أبطالاً بأقدامهم وليس بأصواتهم هتفوا أنا الأهلي اللي جاي والحاضر أنا الأهلي اللي هزج بها بأداء دفاعي كبير هو الأفضل للأهلي مع مرسل كولر نجح الأهلي بجدارة بالخروج من ملعب محمد الخامس الصعب بتعادل سلبي مع الرجاء بيدمن ليه الصعود لنصف نهاء دور الأبطال البطولة المفضلة للأهلي بقت بتحبه أكتر ما بيحبها علاقة رومانسية خاصة جداً بين الأهلي وأميرته الأفريقية كولر تميز اليوم بتشكلته وطريقته وتقسيمه للمباراة بشكل رائع والأهم أنه سريعاً قدر يفهم الأجواء الأفريقية وإزاي يتعامل مع مبارياتها تحديداً الخارجية فاز كولر اليوم وخسره منزل كبير رهانه بتكرار انتصار سانداونز الكبير وانتصار المصري لاعتباري على الأهلي عاش الأهلي مصدر سعادة لكل المصري يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم حلو اليوم حلو بشكل شخصي إن أنا أرجع مع حضراتكم نتكلم تاني مع بعض بعد أجازة طويلة كل سنة حضراتكم طيبين شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك كاية أجازة طويلة مجدبش عليكم يعني كلسي زمايلي حتى في الكنترول بيقولولي انبسطت في الأجازة لما يبقى في علاقة حلوة كده بينك وبين السادة المشاهدين بتبقى مستمتع وانت معاهم وتمنى يكون العكسة أيضاً الواحد بيحس إن الأجازة بتطول بيبقى عايز يرجع ويتكلم وكصص وحكايات ومواضيع وأخبار وكل الحاجات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت كانت يعني عارف ما عايز أطلع أوليك كلمتين أجازة وخلصت ولما خلصت جينا بالخبر السعيد جينا بالخبر المفرح جينا بالنادي الأهلي ومين غير النادي الأهلي اللي يفرحنا ويسعدنا ويشرفنا مين غيره؟ النادي الأهلي كعته تحديداً في البطولات الأفريقية كبير القرى سلطان القرى سلطان كل زمان ملك ملك على عرشه ما بينزلش منه أبداً النادي الأهلي أجماعة يتعرض لظروف صعبة تلاقيه واقف على رجله تلاقي الأمور بالنسبة لهم كعبلة في صفقات في حكايات في مدربين واقف على رجله عندي غيابات ما عنديش غيابات واقف على رجلي تشكيلة بتتغير واقف على رجلي مين يجي من بعيده ومين من قريب واقف على رجلي انتقادات للشنة وانتقادات لمحمد هيني وحسين الشحات يقفوا ويبقوا ركيزة في النادي الأهلي وأساسيات في النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي حكاية يا جماعة ما بتخلص حكاية مش بتخلص أنت متخيل من 1907 116 سنة نادي ما بيغيبش أبداً عن منصات التتويج أي ثبات أي ثبات اديني نادي في العالم أنا مش ببالغ مش ببالغ عشان احنا فرحانين بالأهلي النهاردة بس الديني نادي في العالم على مدار 116 سنة واقف على رجله بطل الأبطال اديني اسم قل لي كل عظماء العالم كل الأندية الكبيرة في العالم هاتلي شبه الأهلي مش بقولك الأهلي أفضل من مين ولا أسوأ من مين أنا بقولك على فكرة السبات في المستوى السبات على الفوز بالبطولات حكاية حكاية تستحق التأمل كثيراً وطول الوقت وطول الوقت النهاردة الأهلي قدام الرجاء عمل مباراة محترمة جداً دفاعين طيب هتكلم مع حضراتكم عن المباراة بس فرصة واحد من أبطال البعثة نتكلم معاه ونبركله أستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بأس النادي الأهلي في المغرب يا فندم ألف مليون مبروك كالعادة رفعين راسنا للسماء فوق حبيباً الله يبارك فيك ومبروك لجمهور النادي الأهلي والشعب المطري النادي الأهلي النهاردة كان بيمثل مصر مش بيمثل بس جمهور النادي الأهلي ألف مبروك لهم ومبروك للعيبة وجهاز الفني الحمد لله رب العالمين ربنا أكرم النهاردة النهاردة يا رسد محمد حسين الأهلي واقف على رجله سبات ملعب محمد الخامس أنا قلت لسه لستادة المشاهدين اللي ما يعرفوش ملعب محمد الخامس هو ملعب صعب يضغط على أي فريق في الدنيا النهاردة الأهلي كان بيلعب بكل هدوء وثبات وبخبرات عظيمة جدا وبإسم النادي الأهلي العظيم الحمد لله رب العامين اللعيبة كلهم عندهم خبرات كبيرة جهاز الفني وكهاز الإداري والطبي كلهم خبرات كبيرة عارفوا يتعاملوا مع المطش بشكل جيد جدا مستر كولر اتعامل مع المطش كويس قوي الحمد لله كانوا رجالة وعلى قد يعني قادر النسولية زي ما يقولوا زي ما عودونا دايما وزي ما عودوا جمهورهم فالحمد لله ربنا كرمنا البعث كانت مركزة من أول يوم ده كان حرصنا من أول يوم إن كل واحد يبقى مركز كل واحد يقدر دوره والحمد لله زي ما تعودنا نجل أهلي دايما ماشي في سيستم فكملنا السيستم زي ما هو اللي تعودنا عليه زي ما كل زملائي اللي كانوا موجودين ومش موجودين بيطلعوا بعثات قبلية ومعايا كلنا كان بنمشي على نفس السيستم واحد عندنا منهج بنمشي عليه الحمد لله رب العالمين يعني ده بارك الزمالي وبارك الجمهور الماضي لأهلي وكاس الفاني وبارك الكابتل الخطيب رئيس مجدر الماضي لأهلي على هذا الفوز وعلى نحن أصدنا للجور البعادي الحمد لله رب العالمين النهاردة مارسي الكولر كمان عمل مباراة كبيرة يا فنم مارسي الكولر الفنان اللي كان عليه بعض الانتقاطات في بعض المباريات الأفريقية الماضية النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا وتحس كده انه خلاص خد على الأجواء الأفريقية وبطبيعة الحال أي مدرب أجنبي ما يدارش يخش الأجواء الأفريقية سريعا بس هو قدر بسرعة هو النهاردة شفنا مباراة اكتكاية رائعة جدا منه نهاردة لها مباراة اكتكاية بشكل كبير جدا والحمد اللي رب عني خرج من المباراة من المطلوب منها بشكل جيد جدا العيبة كانت واقفة على رجلية كويس أوي العيبة كانت على يعني في مستوى رائع لستمتاز التعليمات اللي كانت مطلوبة منه وده كان وضع جو الملعب لا يحب يتشرج فالحمد اللي رب أنا كرمنا المعرفة الفريق هيتوجه للأمارات مباشرة ولا لا يعود للقاهرة الأول يا فنم كلك العادة بشكرك شكرا جزيلا عضو مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي في المغرب نيجي للمباراة مرة تانية اللي كنت لسه بسأله أو بقوله دلوقتي لي الأستاذ محمد الغزاوي مارس الكولر أنا جماعة رأي وقلته وهفضل أكرره وحب أنا إيه أثبت الرأي من بدري من أول أربع خمس مباريات انت شايف مدرب كبير انت شايف مدرب محترم أنا قلت الكلمتين دول إمتى قبل مباراة سانداونز اللي كانت نتيجتها كبيرة قدام النادي الأهلي تمام وحتى بعد مباراة سانداونز تلعت هنا قلت يا رب يا رب إدارة النادي الأهلي يا جميع النادي الأهلي ما تفكتش الثقة في مارس الكولر عشان هو مدرب كبير ومحترم الراجل ده اختراع الراجل ده أنا عارف اللي أنا كده بسبق وفي بعض الناس تقول انت بتبالغ بس الراجل ده كنز تدريبي للنادي الأهلي بيشتغل صح بيشتغل فردي صح قبل الجماعة كمان فردي وفردي دي هقف عندها شوية يعني حسين الشحات قبل مارس الكولر هو ورقة خسرانة في الأهلي أنا بتكلم بصراحة يعني جميعنادي الأهلي كلها بتقول كده مش أنا يعني ليه حسين الشحات أصلا يكمل في النادي الأهلي كريم فؤاد قبل الأصابة هو كريم فؤاد دوره إيه في النادي الأهلي واضح انه التيشرت النادي الاهلي كبير عليه اصلي بتتكلم في طار محمد طار قبل الاصابة برضو كان واحد من الركاز الاسائي للنادي الاهلي وقبل ما ايجي مارس الكولر ما كانش محبس كهرباء اللي جاي بعد غياب 7-8 شهور يرجع ويبقى واحد من اهم اهم ركاز النادي الاهلي الهجومية وعد بقى عد بقى اللي زي ما انت عايز لعيبة في النادي الاهلي اشتاء حمد فتحي الراجل اللي كان بيلعب سنتر باك مع مسماني وكان بيقى ديها كويس بالمناسبة بقى مهاجم مش مهاجم مهاجم يعني بس لها ادوار هجومية كبيرة ازاي دخل مروان عطية بسرعة جوه الفرقة ويخليها تقلق بالشكل ده ازاي كلها تفاصيل مهمة جماعة محمد عبد المنعم الله على روعة محمد عبد المنعم في خط الدفاع محمود متولي يلعب ياسر ابراهيم يلعب رامي ربيع يلعب دفاع محترم علي معلول طبعا برا برا المقاييس كلها وبرى المقارنات وبرى التقييم يعني بس فيه مدرب برا بيشتغل بص بقى لتحجج بضغط المباريات لتحجج انه الاهل ما جابلوش مهاجم في يناير لطلع قالك حكام لطلع قالك اصلي ضغط المباريات مفيش مبررات راجل شغال بضمير مدرب كبير يا جماعة اصلي هي ملامح هتقول لي ما هو لاي لو خسر سمي فاينال اللي جاي غالبا قدام التراجي التراجي دلوقتي كاسبانه هاسفر وهحكيلكم ماتش التراجي واتحاد العاصمة ده عشان فيه كسه كبير لاو الاهلي خسر لا قدر الله وان شاء الله ده مش هيصل يعني قدام التراجي في نفس الان هاي يقول لك اه ما هيقيه بقى غير كلامه يقول له اصلي مارسي الكرار ده مدرب مش جايد لا هو مدرب جايد مدرب كبير وعنده الماتش السوبة الاسبوع الجاي يكسبه يخسره وهو مدرب كبير لاي ان الملامح ها جماعة اصلا هو اخد بالك مفيش مدرب في العالم بيكسب كل حاجة كل حاجة مفيش ده ما بيحصلش حتى بيبجوارديولا احسن مدرب في العالم ما بيكسبش كل حاجة بس هو مدرب كويس حط دي بيها على جنب التراجي وركز معايا في اللي جايدة التراجي وركز معايا في اللي جايدة لو زميلي صحولي حتى لما دخلت الستوديو كان التراجي متقدم على اتحاد العاصمة بهدف دون رد في رادس في تونس والتراجي كان كسب عفوا شبيبة القبائل والتراجي كان كسب شبيبة القبائل ذهابا في الجزائر واحد سفر قالوا لي دلوقتي النتيجة بقت واحد واحد قالوا لي دلوقتي النتيجة بقت واحد واحد لو سجل شبيبة القبائل هدف تاني يصعد فاضل 4 دقائق على نهاية المباراة فاضل 4 دقائق على نهاية هذه المباراة واحد واحد لو شبيبة القبائل سجل هدف تاني يصعد إلى السيمي فاينل لمواجهة النادي الأهلي حافظ التراجع على هذا التعادل يلعب مع النادي الأهلي في نصف النهائي فريق التراجع التنسي طيب فيكس وفي حكاية تركز معايا فيها عشان دي نقطة مهمة جدا مش هقولك انفراد بس بسرعة عملنا سيرشو ايه وافتكرنا الواقع يعني التراجع في بطولة أفريقيا 2021 نصف النهائي أمام النادي الأهلي يا مهير التراجع قامت ببعض أعمال الشغف في هذه المباراة لو تفتكروا يعني بعدها الكاف أصدر قراراته ضد نادي التراجع وهناك عقوبة واضحة التراجع سيحرم من جماهيره في مبارتين مع إقاف التنفيذ لمدة عامين لو تكررت أحداث شغب أخرى يتم تطبيق هذه العقوبة جماهير التراجع الآن تأجلت أو تأجل بدء الشوت الثاني في مباراة شبيبة القبائل حوالي أربعين دقيقة بسبب أعمال شغب من جماهير التراجع تنسي واقعة سليمة واضحة وبالتالي تبقى لقرار الكاف من عامين تحديداً في شهر سبعة 2021 تبقى لقرار الكاف مرة أخرى اللي هو حرمان نادي التراجع من جماهيره على ملعبه لمباراتين مع إقاف التنفيذ ولو تكررت الواقعة خلال عامين اللي هي أحداث الشغب يحرم التراجع من جماهيره من مباراتين تلقائية تبقى لهذه العقوبة وبالتالي لو الأهلي واجه التراجع المباراة خلاص فضل لها دقيقتين وغالباً هيواجه فريق التراجع هيلعب النادي الأهلي في رادس دون جماهير التراجع مرة أخرى لو الأهلي واجه التراجع في نصف النهائي يلعب النادي الأهلي مباراة الزهاب مباراة الزهاب اللي هي هتكون يوم 12 مايو في تونس دون جماهير التراجع لابد أن يضغط الأهلي سريعاً في هذا الأمر وهي أصلية مش محتاجة كمان ضغط هي عقوبات معلنة ما فيهاش يزار يعني لو تسألنا أنا أنا ما حبش أبداً أي مباراة تكون من غير جماهير بس لو تسألني على مصلحة النادي الأهلي فطبعاً لما الأهلي يواجه التراجع وهو محروم من عنصر مهم جداً وهي جماهير محترمة جداً وقوية جداً جماهير التراجع فأكيد فيه أفضلية للنادي الأهلي وهو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي احنا عايزينه إن شاء الله فدي نقطة هتفيد النادي الأهلي كمان في نصف نهاية دولة أبطال أفراق أول ما اترجع يا جماعة بس أنا بكلم زمايلي في الكنترول أول ما اترجع المباراة تنتهي قلولي عشان نأكد على المعلومة مرة أخرى طيب النهاردة الشيناوي عمل مباراة كبيرة بالمناسبة ديانج ديانج تسبب في ضرب الجزائي في الشوت الأول والحمد لله ضعت الحمد لله عشان كنت هتبوز كل حاجة حلوة عملها لأهل الشوت الأول ديانج عمل مباراة دفاعية النهاردة كويسة بصراحة عشان كده مارس الكورر أبقى عليه في الملعب حمد فتح عمل مباراة كويسة كالعادة مرون أعطي عمل مباراة كويسة ثلاثي وسط الملعب مباراة كويسة جد بس ديانج لسه عنده تفاصيل في الاندفاع غريبة جد محتاج يتعلمها محتاج لازم وأكيد مارس الكورر الشغال على ده وده السبب اللي خلت ديانج يقعد في كثير من المباراة الأخيرة للنادي الأهلي على دكة البودلاء الأهلي لعب النهاردة مباراة دفاعية قريت بعض الأراء على السوشيال ميديا وأنا بفرج على المباراة لا الأهلي مش المفروض دي يدافع أو كده الأهلي المفروض يهاجم الأهلي المفروض يخاطر أنت الأهلي أنت عندك لعيبة كويسة لا لا يا جماعة وعشان كده أنا أشدت بمارس الكورر أول حاجة ليه؟ في المباراة اللي زي دي تواضع تواضع جماهير تزيد عن 40 ألف مشجع في ملعب صعب جدا هو ملعب محمد الخامس حماس كبير جدا من الرجاء عندهم لعيبة كويسة جدا منزل الجبير مدرم محترم فكل حاجة بتقولك إيه؟ ما تخاطرش لو تفتكر مباراة سانداونز إحنا لومنا على مارس الكورر وقلنا ساعتها إيه؟ إنه ما عندوش خبرات الملعب الأفريقية مش كل ملعب أفريقية تطلع أو تروح تلعب زي ما بتلعب في مصر في الدولة المصرية تعمل ضغط عالي وتهاجم وا وا لأ لأ مستوات متقربة بس عشان تفضل النادي الأهلي صاحب الصدارة اللي بطل على طول في بعض المباراة تواضع ومعنى التواضع إنك تتراجع دفاعية مش عيب هتقول ليه؟ ماشي يا عم يدافع مش عيب يدافع بس لما نجي نتحول للهجوم نهاجم كويس لا ما عندناش إحنا ما عندناش إحنا الأوبشن ده في مصر لا منتخب ولا فرق سبتها عندك دي سبتها وشلها عندك دي عشان أنا مش عايز أقولي الكلام المتزوق سبتها عندك إحنا يندفع كويس قوي ينهاجم كويس قوي تهاجم كويس قوي مع فرق أضعف منك وتحاول تدافع كويس قوي مع فرق أزيك مش هقولك أحسن منك لك أنت عايز تدافع كويس وتروح تهاجم كويس ده يحصل بس في مانشستر سيتي ما كيب لك بجيب لك من الآخر ده يحصل بس في مانشستر سيتي مش كل الفرق الأوروبية الكبيرة كمان مش حاجات خارقة يعني هتقولي ما احنا ما بنواجهش مانشستر سيتي هقولك ماما انت برضو مش لال مدريد يعني انت بتشتغل في منافسة إيس على نفسك وإيس على اللي بيحصل في أوروبا عشان كده الأهلي نهاردة عمل مباراة جيدة جدا جدا تكتكام من مارسل كولر يستحق الإشادة برافو عليه بصراحة يعني أرقام مارسل كولر مع النادي الأهلي حتى الآن هي أرقام مبهرة جدا 39 مباراة فايز في 28 وتعادل في 7 مباراة خسر بس 4 مباراة خلالهم بقى الأهلي سجل 75 هدف واستقبل بس 24 هدف لو تفتكروا الموسم الماضي الأهلي كان بيخش فيه أهداف بالجملة الأمور تحسنت كثيرا 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 مليون تحية لنادي الأهلي مدرب ولعبين وقابليهم إدارة وقابليهم جمهي للنادي الأهلي اللي كانت موجودة استاد القاهرة في مباراة الزهاب وشجعت وسندت وهتفت لفريقها للنادي الأهلي وساعدته أن يكسب مباراة الزهاب 2-0 أنا بصراحة مبسوط بشكل الأهلي مبسوط يعني لما أجيه أقول لك مثلا خلص حط مرسكول على جنب رائع مميز جدا محمد الشناوي مع ضغوط كبيرة جدا عليه بسبب أخطاء ليه بالمناسبة يعني الضغوط مفتعلة بس ضغوط ضغوط عليه يعمل مباراة كبيرة وتحسوا النهاردة ثابت بين التلات خشبات مش خايف مش متوتر بعد ما ضربت الجزاء ضاعت شاور اللي لعبته وهو يبتسم وفرحان اهدو ما عملناش حاجة لسه كائد حقيقي علي معلول وحكاية علي معلول دفاعيا وهجوميا والإصرار اللي عنده عبد المنعم نموذج لمدافع علامي ما فيش شبهه محمد عبد المنعم في مصر في حتة لوحده خالص كوالتي مدافع بعيد خالص عن كل الموادين اللي زيه أو قريب منه الوينش في حالته طبعا لما كان سليم وابقى إن شاء الله ما يرجع لمستوى إن شاء الله هيرجع تاني الوينش خش بقى على ياسر إبراهيم النهاردة ورجول اللعب يا محمد هاني كان رائع جدا وإن كان الجبهة اللي كان بيتلعب من ناحيته صعبة جدا بس بيرس لو لما راجع معا مع ديانج في الشوت التاني والأمور زبطت الأمور هديت شوية كهرباء عمل شوت مميز على مستوى الجريك كتير النهاردة أكتر شوت شفت فيه كهرباء شوت الأول تحديدا كهرباء بيعمل فيه مجبود حسين الشحات رائع جدا مروان وحمدي وديانج كل اللي عبينيه النهاردة كانوا رائعين كلهم رائعين بس الفضل الأول للمستوى اللي عليه لعيبة النادي الأهلي خد بالك بجانب الفني البدني الحالة البدنية اللي عليها لعيبة النادي الأهلي رغم الضغط المباريات يحسب لجهاز فني ويحسب لمدرب أحمال هاي كل حاجة في الأهلي ماشية بشكل سليم ومميز جدا مرة أخرى أنا معجب بمارس الكولر مدرب حقيقي كبير مدرب رائع جدا نشوف تعيير عن مارسيل كولر ونرجع نكمل كلامنا قاد السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي إلى نصف نهائي دورية أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الرجاء البيضاوي المغربي الصعب ليضع نفسه كمنافس قوي على اللقب القري الذي تعشقه كل الجماهير الحمراء وتستمد ثقتها في الفريق من هذا العجوز السويسري الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من وداع دورية أبطال إفريقيا من دور المجموعات لكنه تأهل في النهاية بشق الأنفس إلى ربع النهائي ليتحول المارد الأحمر كما عودنا إلى وحش كاسر في الأدوار الإقصائية وتمكن من العبور إلى نصف نهائي عبر بوابة الرجاء وخلال مشوار الموسم الحالي سواء على المستوى القاري أو المحلي استطاع مارسيل كولر أن يبني جسرا من الثقة مع جماهير الأهلي تدريجيا حتى تحول إلى معشوق للجماهير والذي يبعث الثقة دائما بأن الأهلي قادر على تحقيق كل شيء ولكن تحقيق الأحلام يحتاج إلى عمل كبير للمدرب السويسري مع الفريق منذ بداية الموسم قبل الحديث عن النتائج يجب علينا أن نسلط الضوء على العدالة التي يطبقها مارسيل كولر بين لاعب الفريق فنجد أنه يمنح فرصة للجميع من أجل إثبات الذات وهو ما جعل الأهلي يمتلك فريقين تقريبا وليس أحد عشر لاعبا فقط ومنح المارد الأحمر أفضلية عدم التأثر بغياب أي لاعب كولر الذي بدأ الموسم معتمدا على أكرم توفيق كظهير أيمن وأعاد اكتشاف كريم فؤاد في مركز الجناح الأيمن وبات يعتمد عليه بشكل أساسي فقد الثنائي في ظرف أسبوعين تقريبا لكن لا مشكلة عند السويسري الذي أعاد حسين الشحات مجددا للحياة ونجح في تطويره ليتحول من لاعب دائم التعرض للانتقادات إلى أهم لاعب الفريق ومعه محمد هاني أحد نجوم الموسم ولم يكتفي كولر بذلك بل أنه غير من أدوار حمد فتح قلب الأسد الذي تعودنا عليه بصبغة دفاعية لنجده أحد هداف الفريق بأدوار جديدة تحسب فقط للسويسري ملامح توضح كيف أعاد كولر الأهلي الذي تعودت عليه جماهيره لا يتأثر بأحد والكل يخدم المجموعة وعلى المستوى الرقمي فإن مرسيل كولر لم يخسر أي بطولة شارك فيها مع الأهلي منذ وصوله باستثناء كأس العالم للأندية حيث حقق السوبر المصري وكأس مصر بجانب تصدره جدول الدوري المصري بفارق مريح إلى جانب بلوغ نصف نهائي دورية طال إفريقيا ليجعل المارد الأحمر منافسا قويا على كل البطولات بل أنه المرشح الأبرز في كل بطولة يشارك بها كل هذه المعطيات تؤكد أن مرسيل كولر هو الرجل المناسب في المكان المناسب طيب منذ لحظات انتهت مباراة الترجي وشبيبة القبال الجزائري بالتعادل الإيجابي واحد واحد مباراة العودة مباراة الزبكة تنتهي بفوز الترجي واحد سفر وبالتالي يصعد فريق الترجي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وزي ما قلت حالكم منذ لحظات مباراة الزهاب هتكون في تونس يوم 12 مايو مباراة العودة يوم 19 مايو في القاهرة مباراة الزهاب في تونس هيلعب فيها الترجي مباراة أمام الأهلي دون جماهير الترجي مرة أخرى لنادي الترجي في 2021 في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي حصلت أعمال شغب من جماهير نادي الترجي أصدر بعدها الكاف عقوبة على نادي الترجي وجماهيره بمنع حضور الجماهير لمباراة مع إقاف التنفيذ لو تقرر هذا الأمر أو تقرر الشغب مرة أخرى يتم حرمان جماهير نادي الترجي من مسندة فريقهم خلال هذه الفترة العامين يعني صلاحية العقوبة عامين والعقوبة كانت إمتى في 2021 تحديدا في الشهر 7 فالعامين شغالين وبالتالي العقوبة هتنفذ تلقائيا منع جماهير الترجي لمباراتين من حضور مباريات فريقهم في البطلات الأفريقية دا حصل ليه النهاردة الشوت التاني تأخر انطلاقه بين الترجي وشبيبة القبائل لمدة 40 دقيقة بسبب أعمال شغب من جانب جماهير الترجي خلال واضحة يعني الصورة واضحة الصورة واضحة طيب نروح لأخبارنا مرة أخرى ألف مليون مبروك للنادي الأهلي على طول مفرحنا والله شكرا للنادي الأهلي دايما والله عمل لنا سعادة كده الواحب يبقى شغال وفرحان للنادي الأهلي دايما بيشرف الكرة المصرية طيب نروح لأخبارنا في شبه اتفاق ودي حصل بين مسؤولي النادي الأهلي وأيمن أشرف مدافع الفريق انه يمشي بنهاية الموسم الحالي على سبيل الأعارة زي ما حصل مع سعد سمير مع انه الأهلي مش هياخد مقابل مادي للأعارة دي يعني اطلع اعارة تقديراً اللي انت عملته مع الأهلي خلال الفترات الماضية احنا مش هنطلب مقابل مادي لهذه الاعارة ولو حب النادي الأهلي يرجعك مرة أخرى تبقى موجود مع النادي الأهلي الأهلي يحترم أيمن أشرف وأيمن أشرف يحترم النادي الأهلي وانا هنا هقف للحظات لسواني أيمن أشرف حقيقي لعب محترم ومثال بالمناسبة يعني في أفراح النادي الأهلي النهاردة فرصة ان أيمن أشرف ياخد حقه فرصة ان أيمن أشرف ياخد حقه لعب أساسي مع منتخب مصر لعب أساسي مع النادي الأهلي لعب زهير أيصر لعب مدافع بيعمل كل حاجة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر جي مارس الكولر من حقه تماماً انه يقتنع بلعبين وما يقتنعش بلعبين أعظم مدربين العالم كده يبقى انت شايف اللعب ده نجم بس المدرب ما يقتنعش بيحقه حتى خاصة انه ماشي كويس يعني مارس الكولران ماشي كويس مع الاهلي فما حاتش هيلومه ان انت ليه مقعد أيمن أشرف ليه مش مهتم بأيمن أشرف طيب في المقابل أيمن أشرف لا تصريح مصرب ولا تصريح معلن ولا اكتابة على السوشيال ميديا ولا مدخلة هاتفية ولا أي حاجة تبين ان الراجل ده خطبان زعلان بيرمي مثلا كده ايه زي ما بيقولوا مثلا في الكوليق يعني انت عافلت بيسعب بيجي لنا أخبار يقولك ايه مصدر لنا مثلا قال لنا ان ايمن أشرف من ده بيبقى هو ايمن أشرف نفسه اللي بيبقى نميها بالمناسبة يعني هي بتبقى الحكاية كده فنقول مصدر مقرم من ايمن أشرف ولا حاجة خالص وكل الناس اللي كلمت مع ايمن أشرف ما بيعلق اه طبعا طبعا نفسه يلعب وزعلانه ما بيلعبش بس لا إساءة للنادي الأهلي لا إساءة لمدرب النادي الأهلي ولا اي أزمة فبصراحة أستحق كل التحاية ده ايمن أشرف مصدر في النادي الأهلي كمان قال لنا في رقم عشرة ان صفقة انضمام جاكسون موليكا للأهلي فيها شوية تعصر ده ليه ان النادي مشكتاش التركي ما زال يغالي في طلباته المالية لكن ما قيلة عن غلق الملف ده نهائيا انضمام موليكا للنادي الأهلي ده مش صحيح ده مش صحيح النادي الأهلي ما زال يحاول عشان يضم موليكا في الصيف اللي كان المفروض يجيبه في الشتاء هيحاول يجيبه في الصيف عفوا مارس الكولر متمسك جدا بضمه وشايف انه لعيب مهم جدا في تشكلته شايف انه لعيب مهم جدا في طريقة قعبه ده بالنسبة ليه موليكا عفوا كمان أليو ديانج ممكن يكون جزء من الصفقة ده اقتراح اتقال في النادي الأهلي وفي حديث في هذا الأمر انه أليو ديانج ممكن يبقى في صفقة أبو دولية مع موليكا بس ده لم يحسم حتى هذه اللحظة لم يحسم ده بالنسبة لموليكا في كمان قرار تم الاتفاق عليه داخل النادي الأهلي خلال الأيام اللي فاتت عشان يساعدوا كهرباء في سداد غرامة نادي الزمالك ودي حكاية بتعرفين غرامة كبيرة طيب النادي الأهلي هيساعد كهرباء ازاي انه هو يسدد هذه الغرامة النادي الأهلي قالك عفوا لسه مجلناش برد يا جماعة والله لسه جايين وسلام والحمد لله واخدين فترة راعة طويلة بس يوه ممكن الأجواء يعني او شوية الحماس اللي خدناهم مع حضراتكم من نارضة عشان النادي الأهلي الحكاية بتاعت كهرباء ببساطة شديدة النادي الأهلي هيمد عقد كهرباء لمدة موسمين اضافيين هيمد عقد كهرباء عقد كهرباء اصلا هينتهي 24 2024 طيب هيمده لـ 2026 العقد السنتين الزيادة دول تمانهم كان 30 مليون جنيه انه هو هياخد في السنة 15 مليون جنيه في العقد الجديد وهو اصلا بياخد 12 مليون يعني الأهلي هيزود له كمان 3 مليون في السنتين 25 و 26 فياخد 30 مليون دول ويساعدوه في تسديد الغرامة اللي عليه لنادي الزمالك وتخلص الحكاية دي حدوتة كهرباء او آخر الابديت او التحديث فيما يخص غرامة كهرباء وتسديدها لنادي الزمالك هيسددها 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 خلاص دي حكاية خلص الحكاية دلوقتي في الأهلي ازاي سددها ازاي طيب حتى الآن حتى هذه اللحظة وخبر مؤكد مئة في المئة ما زال الحديث عن مباراة السوبر هل الزمالك هيلعب المباراة مش يلعب المباراة هل في والنهاردة الآقل الزمالك كان مطلع حاجة زي كده او ارسل اتحاد الكرة حاجة زي كده انه عايز يعرف الوضع ايه عشان يشوف هيلعب المباراة لا بس ما فيش تأكيدات هو بكرة الزمالك المفهود عنده اجتماع مجلس ادارة ونعرف بعد الاجتماع ايه اللي هيحصل وعندي رأي في هذا الامر بس مش هقوله الا بكرة ان شاء الله لما اجتماع ادارة الزمالك تخلص مش عايز اتدخل في التفاصيل دلوقتي مش عشان ما عنديش رأي عندي رأي هقوله بكرة نهاردة لا نسيب بس الموضوع يخلص بس اقولكم الخبر النهاردة الخبر انه تأكد عدم اقامة اجتماع للاجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عدل الشورباجي قبل مباراة السوبر بين الزمالك والاهلي يعني ايه يعني ما فيش اجتماع وبالتالي لن ينظر في استناف النادي الاهلي وبالتالي ستظل العقوبة معلقة يعني كالرابة هيلعب مباراة السوبر ببساطة شديدة بالمنازل المستشار عدل الشورباجي كمان رئيس اللجنة هيتواجد يوم الاربعاء القادم فيه الامرات لحضور هذه المباراة ويفش اجتماع ما فيش اجتماع قبل مباراة السوبر لقولا واحدا وبالتالي كهربا موجود في مباراة السوبر هتقول لي ده صح هتقول لي ده غلط بكرا نتكلم بعد اجتماع مجلس دارة نادية الزمالك وكهرات مجلس دارة نادية الزمالك لن استبئ الاحداث ممكن مجلس دارة نادية الزمالك بكرا يطلع يقول والله هذا ما عنديش والله أنا شايف ان اللي حصل ده كله كويس انا ليه مش عايز اقول رأي عشان الزمالك لم يصدر قرار الرسميا او رأي رسميا فاحنا انا مش عايز اخش في حكاية ما زالت تنظر من جانب نادي الزمالك الطرف اللي شايف نفسه في هذه اللحظة متضرر هو صاحب القرار وبعد قرار نادي الزمالك نتحدث غدا ان شاء الله طيب امام عشور امام عشور انت حراركم عرفته انه جي الكاهرة بسبب اصابة عرض لها مع ميتلند هتخليه غيب لنهاية الموسم وبالتالي ميتلند وافق انه هو يرجع للكاهرة هقولك شوية معلومات وهقولك اللعب بيفكر فيها المعلومات ان امام عشور مش مبسوط في ميتلند مش عارف يا طاقر لا مع الاجواء ولا مع المدرب مدرب ميتلند الدنماركي تمام فامام في الفترة القرارة دي مش مبسوط طيب هل ده معناه ان امام عشور خلاص اكيد هيمشي من متلن؟ لا اش معناه كده بس لو جاله عرض خاري خاري ركز معايا لو جاله عرض خارجي يجي انه يسيب ميتلند هيوافق فورا طيب لو جاله عرض من الزمالك هيفكر لو جاله عرض من الاهلي هيفكر باوضا شوف انا بقولك الكلام بايه وانا ماشي على المسترة يعني لا عايز ابلغلك ولا عايز اقولك المعلومات اللي هو امام عشور كان ميتلند كبري وهيروح النادي الاهلي وامام عشور ما بيحبش نادي الزمالك وامام عشور عايز يكمل في اوروبا لا انا قلت لك بشكل واضح الاولوية عند امام عشور ايه انه يرحل من ميتلند الدنماركي لنادي اخر في اوروبا او في الخارج دي الاولوية عند امام عشور طيب الحاجة التانية ايه انه يبقى في ميتلند الدنماركي الحاجة التالتة والربعة والاثنين سواسية انه ممكن يفكر في عرض الازدمالك جديد وممكن يفكر في عرض من النادي الاهلي انه ينضب ده الوضع بالنسبة لامام عشور اي كلام بقى في مبالغات هنا او هنا مش مزبوط ده الوضع القوة مرة تالتة امام عشور الاولوية عنده ايه انه يفضل في الخارج بس دي اول حالة نكمل مع نادي الزمالك ونادي الزمالك استجاب لطلبات البرتغالي اخوان كارلوس سوريو الراجل كان طلب انه يبقى فيه في الفريق مدافع يجيد سنترباك يعني اللي هو اتنين مساكين يجيد اللعب بقدمه اليسر ما عندوش مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسر مسؤولي نادي الزمالك قالوا لسوريو ان احمد ايمان منصور من اللعيبة اللي موقع عليه الفريق وهو بيرعب حاليا فيه طلاع الجيش وممكن يبقى موجود مع الفريق بص عليه شوفه لو عجبك ممكن يبقى موجود مع الفريق الموسم اللي جاي احمد ايمان منصور طيب لسه مع اوسوريو فيه جلسة جامعة اوسوريو مع لعبي نادي الزمالك فيه الساعات اللي فاتت هو عمل حركة لطيفة جدا اوسوريو اللعيبة نادي الزمالك قال لهم انا عايز اتعرف عليكم اكتر انا شبت مباريات ليكم وشفت اداءكم في الملعب بس عايز اعرف كل واحد فيكم بيلعب في ملاكز ايه فاداهم كل واحد وراء اكتب لي لو سمحت اسمك وقول لي انت ايه المركزين اللي بتلعب فيهم يعني مثلا شكبالة قالوا انا احب بلعب رقم عشرة والعب جناح مثلا محمد عبدالغاني كتاب له قالوا انا لعب نص ملعب مدافع ومساك مثلا هو بيتعرف اكتر والراجل تحسه تحسه شوف انا ولك او تحسه تحسه بيزاكر كويس بيعمل شغله بضمير تحسه عشان شوف انا بختار الفاظي عشان بتقولش انا حكمت لا دا انا مقدرش احكم على اسوري قدر احكم على مرسل كله اللي لعب تسعة وثلاثين ملطش مع النادي الاهلي وقول لك دا مدرب كبير وانا مغمض الراجل دا سبيه بتاعه محترم جدا هيعمل ايه مع النادي الزمالك الله اعلم بس تحسه انه بيشتغل بضمير والله اعلم والله اعلم اللي جاي نشوف هيعمل ايه طيب دا خبر اللي جاي ايضا يخص نادي الزمالك يخص تحديدا سامسون ايكنولا المواجم البنيني المحترم دا اللي احنا تقريبا شوفنا دايه مع نادي الزمالك نادي الزمالك بيحاول يسوق سامسون داخليا وخارجيا داخليا على مستوى الاندية المصرية محدش عايز يا جماعة سامسون ايكنولا مواجم بتاعنا وكوي لا مش عايزين دا هو منفقش مع الزمالك بس ممكن ينفع معاكم لا مش عايزين مدناش اعمار مدناش اعمار خالص فحتى الان الزمالك فشل في تسويق سامسون ايكنولا في الدول المصري خارجيا بقى الله أعلم اللي ممكن يحصل الايام اللي جاي دا بالنسبة لسامسون ايكنولا طيب كوحها بسيطة كده عشان اللي جاي ده واتعايز تسرخ فيه شوية ناسف يعني النهاردة ممكن الأجواء يبقى فيها حاجة روي فيتوريا المدير الفني المحترم لمنتخب مصر الأول ويا روجيرو ميكالي المدير الفني المحترم للمنتخب الأولمبي شوف محترم جايبين ناس محترم كبارة اتحد الكرة معادهم في فندق شكرا قامتهم في فندق في السويت وحاجة محترمة جدا تمام يجي الفندق يبعت ليه فيتوريا ويبعت لميكالي يقولولهم على فكرة احنا ممكن نخليكوا تسيبوا الفندق ليه يا جماعة فيه عشان اتحاد الكرة ما بيدفعش المستحقات بقالوا أكتر من شهر والموضوع ده اتكرر أكتر من مرة يا جماعة طبعا احنا منى احنا كمان منى ده الفندق يعني طيب هل ده كلام يا جماعة هل ده كلام والله والله عيب والله عيب في حقنا بص انا ممكن اتفاهم ازمات مالية في اتحاد الكرة وان كنت من حلقات سابقا وقلت ما ينفعش اتحاد الكرة يبقى في ازمات مالية بس ماشي عندك ازمات مالية بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة المكان اللي الناس بتنام فيه شوف انا بخاف في الموضوع الناس اللي بتنام فيه ندفع ثمنه ندفع ثمنه ادام احنا حطين ده في العقد ناخد بقى كده بيبقى في العقد انت بتقول انا بتحمل مكان ايقامتك في فندق خمس نجوم مثلا في سويت انا كاتب ده في العقد لازم يكون ده مكتوب في العقد لان لو انت مش كاتبه في العقد فهو بقى يدفعه من الراتب بتاعه بس اكيد ده مكتوب في العقد فمنفعش اتحاد الكرة يعمل كده معلش مع كامل الاحترام عيب عيب جدا عيبها في حق اينا يعني للكرة المصرية يعني لالاتحاد المصري قدم اتحاد في الكرة يعني عيب فاش ماشي لتحل افريكي لكرة القدم من جانب اخر اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم باقاف شريف اكرامي حارس مرمى بيرامد لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنه خلال شهر مايو المقبل يعني اختروهم باقاف مؤقت وهياخدوا قرار نهائي الشهر ده اللي هو ده حدقين عليه شهر مايو طيب في محاولات من اللاجنة الطبية في اتحاد الكرة ونادي بيرامد مع الكاف عشان يخففوا اقوبة اللاعب لست شهور بس بدلا من سنة ده ليه عشان احقاقا للحق وانا دي معلومات اتأكدها لحضراتكم مليار في المية شريف اكرامي لم يتعمد الحصول على مادة منشطة والكاف بينزل في هذه الامور كويس في فرق لما تكون متعمد تاخد مادة منشطة ويفرق انك عن جهل او دون علم بتاخد علاج ما مثلا ويبقى فيه مادة منشطة وحسن معلوماتي انه ده كان علاج تخسيس بياخده شريف اكرامي وفيه مادة منشطة وما كانتش يعرف وفعلا ما كانتش يعرف وحسن معلوماتي انه سأل اطباء كمان وقالوا انه مفهوش مادة منشطة فانا بشفق جدا على شريف اكرامي واتمنى له ان شاء الله العقوبة تبقى مخففة الى ابعد حد ان شاء الله يعني باذن الله وصاره واحد في نهاية مسيرته او وهيقترب من نهاية مسيرته انه ياخد عقوبة زي دي عقوبة دمات قيل يعني النهاردة فيه ربع نهاية كأس الرابطة كان فيه مباراة رائعة جدا مباراة كبيرة درب القناة بين المصري والاسماعيلي زي ما انتشافين كده راجب عمران ساجل هدف الاول للمصري في ديئة تمانية بخطأ غريب جدا من كوكو حارس الاسماعيلي وبعد كده اضاف عبدو يحيال هدف الثاني في ديئة تمانين للمصري عشان يفوز المصري على الاسماعيلي بهدفين دون رد ويودع الاسماعيلي كأس الرابطة عشان يركز اكتر في الدوري المصري ومهمة امكاز الاسماعيلي من منطقة الهبوط مع الكابتن حمزة الجمل في كل حوالي البطاقة ديما مش المفروض تأثر على الاسماعيلي اللي هام بالنسبة له هو خطأ غريب بسرعة والاغرب انه بقى المحمدي رجع الكرة الكوكو بشكل غريب جدا جدا يعني ده الهدف الثاني عبدو يحيال سجله انهى تماما على حظوظ الاسماعيلي في هزي المباراة هدف الديئة تماما احنا يسا بكمالين مع حضراتكم بعد الفاصل زي مننا العزيزة المميز دوما محمد جمال هيكون معنا لتحليل هذه المواجهة الكبيرة بين الاهل والرجاء وسعود النادي الاهلي للنصف نهائي دولي الابطال خليكم يعلم بحضراتكم مرة اخرى هو وحشني جدا بصراحة بشكل شخصي واكيد وحشكم انتو كمان محللنا المميز دوما محمد جمال واصدقاء في الكنترول كمان بيقول له هو وحشنا جدا جيمي دايما بيجي في المناسبات السعيدة ومناسبات السعيدة مع جيمي دايما غالبا بتبقى متعلقة بالنادي الاهلي جيمي وحشني جدا بيباك من العسل والف مليون مبروك النهاردة الله يخليك والف مبروك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي وحاودنا حميد طبعا على البرنامج ويا رب ان شاء الله النهاردة يعني نكون خفاف كده على السادة المشاهدين كنت اول حاجة وافتكرت كلامك لما عندنا مع بعض كتير لأوا علاقة بالنادي الاهدي وفاكر الجملة بتاعة مارس الكولر والاجواء الافريقية ازاي اتعامل معها ازاي اتعامل مع المباراة الخارجية وتحدثنا عن هذا الامر تحديدا لو اتذكر بعد مباراة سانداونز وده اعتقد اللوم الوحيد اللي انت رمت على مارس الكولر طوالما سرته طبعا تسعة وثانتين مباراة هي كانت مباراة سانداونز وقلت لساعتها انه لسه مفهمش طبيعة اللعبة فيها القرار الافريقية النهاردة اونا بفرج على المباراة حسيته انه لعب اربع خمس بطرات افريقية قبل كده مع النادي الاهدي مش كان مباراة افريقية مع النادي الاهدي حريص دفاعيا متواضع ما بيندفعش للامام هجوميا وده كان رائشي اما عن رائك فحابب اسمع مارس الكولر مدير فني طابعه هجومي مدرب عنده بعض الافكار وعنده افكار صلبة هذه الافكار الصلبة هنا كلمة صلبة معناها انه ما بتظهرش لأ هي افكار قابلة للتنفيذ ادت تودي جماهير النادي الاهلي للثناء على ما يفعله التطوير البروفايلز او الحالة اللي خلقها الاكتر من لعيب في اماكن كتير في الملعب ما كانش بقدر يعملها على سبيل المثال وليس الحصر كريم فؤاد وحمد فتحي تحديد مارسي الكولر حتى عمل دفكة العالم للاندي الاندفاعات اللي كان بيعملها قدام ريال مدريد وفلمانجو وانتهت في مباراة سانداونز حتى على الصعيد المحلي لما بترى يلعب مع فرق قريبة منه في المستوى التنافسي زي مباراة بيرامدز بالمناسبة في الدور الاول او حتى مباراة بيرامدز في نهاية الكاس بتتكلم على نوعية مختلفة من التاكتك ونوعية مختلفة بيقدمها مارسي الكولر وهو الالتزام التاكتك البحث التحولات والاندفاعات ولما نيجي نشرح الحالات الناس كلها بتتكلم من الاهلي ان الاهلي قال الاهلي قدم مباراة دفاعية كبيرة جداً النهارة لكن مش بس ده هو الاهلي كان بينقصوا جزء في نهاية الهجمات لكن الاهلي عملت سبعة تحولات هجومية للتلت الأخير لملعب الرجاء النهاردة في مباراة يغلب عليها الطبيع الدفاعي سبعة تحولات هجومية طبعاً كان اكتر العيب لمس منهم الكرة اربع مرات لحسن الشحات حتى قبل تغييره ونزول احمد عبدالقادر وبعد نزول احمد عبدالقادر عمل واحدة فالراجل كان مقسم المباراة بالمناسبة اقول رقم بس حدد ديئة 80 احنا كنا واصلين النادي الاهلي بسبع كرات على مرمى الرجاء او سبع محاولات عشان ما فيش ولا واحدة فيهم بين التلات خشبات الرجاء كان وصلت سبع مرات منهم واحدة بس بين التلات خشبات وهنا تقول لها خبرة المدرب الحالة التحفيز الترانزيشن هو كان عارف معده امتى ودايماً هافضل اقولها من اول يوم لحد اخر يوم تمرس مرس الكولر مع النادي الاهلي كان من اليوم الاول لكن الجزء الافريقي كان مختلف ومع ذلك الرجل دراس ماله تقسيم المباراة بشكل ممتاز الرجل دخل النهاردة كان غرضه قبل المباراة اول ربع ساعة تعدي دون استقبال اهداف اقفل اشتغل كومباكت بشكل مميز اقفل المساحات على لعفة الرجاء والنهاردة الرجاء مقدرش يعمل غير صغرى واحدة طول المباراة لنحية الشمال بتاعة الرجاء وهنجي نشرحها بعد شوية الناحية اليمين بتاعة النادي الاهلي رغم ان محمد هاني كان واحد بالنجوم المباراة قدم مباراة بيرة جدا لكن كان بتعمل عليه ضابل اوب او اتنين على واحد او تلات على واحد الشوط الاول الشوط الاول طبعا الشوط التاني اتقفلت تماما والالتزام بتاعة دينج حتى دينج اخطأ واحدة او اتنين منهم ركلت الجزاء وهنقول ركلت الجزاء كانت ايه غلطة فيها لكن مع الشوط التاني لا مستوى دينج نفسه اتحسن كتير وده ساعد محمد هاني انه يقفل الناحية لمن وكانت الوجبات بتاعة بيرسيتاو اقل شوية في الالتزام فراجنا على الحالات طيب قبل ما نروح للحالات قبل ما نروح للحالات كان في لقطة مثيرة جدا للجدل وبطالها واللاعب التجولي رجاء هولو والحكم الليبي لمباراة الاهل والرجاء النهارة لما نبتري نستعرض اللقطة كان فيه في دقيقة 44 اللقطة اللي اعترض عليها العيدة الرجاء لاحتساب ركل الجزاء وقبل ما يتوجه للفار القرى دي كملت وراحت في وسط الملعب خد انذار رجيء هولو في دقيقة 44 اهي دي اللقطة اللي خد فيها الانذار رجيء هولو في دقيقة 44 اللي وقف بعدها الحكم علشان يروح للفار بعد ما استدعى الفار اللي احتساب ركل الجزاء اللي احتسابها بالفعل واهضرها نادي الرجاء في الدقيقة 45 طيب ايه بقى اللي حصل حد هنا مفيش مشكلة الكاميرا ما جابتش غير كده طيب نروح بعد كده لللقطة اللي بعدها في دقيقة 61 دي نفس اللقطة دي لقطة دي دي 44 الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي انه اهو دي اللقطة التانية والانذار التاني لرجيء هولو في الدقيقة 61 طيب ازاي العيب ياخد انذار تدي 44 ودي 61 ولا يطرد ايه اللي خلاه ما اطردش انه الناس دايما بتتكلم انه طالما الانذار طلع يا كريم ما بيرجعش ولكن في حالتين مهمين جدا في ركل الجزاء احتسبت في نفس سياق اللعبة يعني هي لعبة واحدة في لعبة واحدة ركل الجزاء لم تحتسب الحاكم كمر رجع للفار فرجع يشوف ضربة الجزاء وحسب ضرب الجزاء اذا هنا ده انذار بني على لعبة تانية طيب في حالتين ناس بتسأل طبعا الانذار طلع طب ايه اللي خلاه عمل في حالتين لو الانذار اتاخد نتيجة سوق السلوك يعني ضرب بدون كرة يعني لعيب جاب جول وقلع التي شيرت وبعدين الجول اتحسب تسلل الانذار ما بيتلغيش ليه لانه ده انذار نتيجة سوق السلوك فسوق السلوك تم فهنا ما برجعش في الانذار انما هنا ده فاول عادي جدا فاول في وسط البلعب فالراجل خد انذار فلما رجع للفار ودي اللي الكاميرا ما جابتهاش لما رجع للفار الراجل ايد عنده انه تم إلغاء الانذار واحتسب اللعبة السابقة لها اللي هي ركلة الجزاء فبالتالي الراجل خد انذار واحد في دقيقة واحد وستين ودي كي يتفكر تخبرنا التحكيم يا الكبير كابتن محمد جمال نخش بقى على تحليل الفني طيب مرسكونا عاملين النهاردة من الديئة الاولى من الديئة الاولى اه اي حد يا كريم هتيجي تتكلم معاه وتسأله تقوله هو الرجاء راس ماله ايه ايه اهم ميزة عند الرجاء واكتر حاجة تخاف منها عن نادي الاهلي خاصة في ظل تراجع عن نادي الاهلي في المباريات الاخيرة فين في الكرات السابقة الكرات العرضية خلينا اقولك رقم مميز جدا 31 31 كروس 31 كروس رجاء اخد منهم خمسة 31 كروس الرجاء اخد منهم خمسة الناس كتير كان بتسأل هو محمود متولي اللي مرسي الكولر مقتنع بيه قناعات كبيرة جدا هو اللي هيبدأ النهاردة ولا ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم هو نجمل اللقاء الاول في وجهة نظري ياسر ابراهيم قدم مباراة مع محمد عبد منعم مباراة كبيرة كما هو معتاد بمحمد عبد منعم لكن ياسر ابراهيم النهاردة كان هو التريك اللي حطه عرقنيات. لما ليجي نستعرض نستعرض بقى. ما تخش منهم واحدة هذا. الوقافات. نستعرض الوقافات ووجود ياسر. النهاردة الرجل كان عامل تريك انه الطبيعي ان السنتر باكين بيواخدين الاتنين المهاجمين او مهاجم واهم مدافع فيه الركلات. فهتلاقي انه ياسر ابراهيم ما كانش بيعمل كده. محمد عبد المنعم دايما وقف في السنتر لانه العيب مميز جدا في الكرات الهوائية. وعى البعيدة علشان هو قافل السيناريو هنا. لو لو الرجاء حاب بيعملها على القريبة او على البعيدة يعني دي بعد مزيق الرجاء من الكروس اللي هي بتتعامل مرة واحدة. والاهلي هو اللي بياخدها في الاريالز وان طلعها خمسين خمسين. لكن في النهاية الكورنر نفسه لم ينجح الرجاء في استعادة الكورة التانية الا في خمس مرات. في المباراة من الواحد وتلاتين. عارف اينا واحد تلاتين. يعني كل تلات دقايق الرجاء بيعمل كروس. كل تلات دقايق. ففرق رسمالها هي الركنيات. ازاي اللي نادي الاهلي اللي كان عليه? كلام كتير جدا. وناس بتتكلم على انه الاهلي عنده مشكلة في استقبال الكورة العرضية خاصة في الحالة الدفاعية. احاولها تبقى بالشكل ده. يحسب ناصر كولر ويحسب النهاردة تحديدا لياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اللي هو ماشي بافضل افضل مستوى ليه في الفترة الاخيرة. وانا مش ازود على كلامك اللي قلت في المقدمة كتير. محمد عبد المنعم بلا شك. افضل لاعب. افضل مدافع مصري موجود في الدوري المحلي. الى جوار احمد حجازي طبعا في الدوري السعودي. افضل اتنين مدافعين في الكرة المصرية. بلا شك من يناير اتنين وعشر حتى هذه اللحظة. كمل الكرة دي السورة اللي بعدها. وياسر ابراهيم هو اخر لاعب من النادي الاهلي جوال تمنتاشر. ما بيدفعش. محمد هاني بيقطع على القريبة يا كريم. وبيسيب. طبيعي محمد هاني زهير ايمن. استغلالا للطول. محمد هاني بيقطع على القريبة. يفضل محمد عبد المنعم في السنتر. واقف لانه لعب مميز جدا في الكرة الهوائية. وياسر ابراهيم هو اللعب اللي واخد دايما للعرضة البعيدة. دايما من ناحية الشمالي بياخد البعيدة. من ناحية اليميلة بياخد البعيدة. وهنا مستحيل اللعبة تعملها با ديفولت. ده تمرين. ده تحفيز. لانه كررت مرة واثنين وتلاتة واربعة في الشوت الاول والشوت التاني. بتلاقي ياسر دايما بعيدة عن الكورة. بعيدة عن الكروس. واخد البعيدة. علشان يبقى حامي. اه في الاهل تمن لعيبة وتسعة لعيبة جواهد تمنتاشر. لكن انا مرتكز على تلات لعيبة مميزين او في الكرات الهوائية. ودايما التلاتة قدامهم محمد فاتح. اميز اربع لعبين في الاهلي. في الكرات الهوائية. هم اللي بياخدوا عرض الملعب. عرض عرض منطقة التمنتاشر. ومنطقة الستة يرضى. دايما عشان يحموا محمد الشناوي. هتلاقي انه مارسي الكولر الانهاردة كان محفز التلات لعيبة. محمد هاني على القريبة. اه محمد عبد المنعم في السنتر. وياسر ابراهيم. كمل. هات اللي بعديها على طول. وهتلاقي ان ياسر عينيه على الكورة. دايما سابق المدافع بخطوة وبيشيلها. كرر الروح للي بعديها. هتلاقي ان محمد عبد المنعم هو اللي بيخدها على القريبة. وياسر برضو حمل بعيدة. كمل. كمل هاتهات الفريم اللي بعده. كمان واحدة. نفس القص دايما. حمدي قدامهم. ياسر ومعلول هما في الاخر. ياسر داخل هنا لان الكرة الجاية من العكسية فبيغطي قدامه. اليو ديانج. وهناك خالص في النص دايما هتلاقي في السنتر. محمد عبد المنعم هو اللي بيطلع بيطلع من السنتر وقدامه حمدي فاتح. بيخلي افضل اتنين لعيبة في كرات الرقصية. النهاردة امتياز للنادي الاهلي في كرات السبتة. امتياز لياسر ابراهيم حمدي فاتح محمد عبد المنعم. لكن النهاردة انا بقسمي على ياسر ابراهيم لانه اللي كان بيلعب اساسي بعد عضواته من الاصابة وحمود متولي ان يجو من على البنش. ودايما ياسر ابراهيم في المواعيد الكبرى حاضر. ياسر ابراهيم عنده من قوة الشخصية ان في كل المواعيد الكبرى حتى لو فريق النادي الاهلي ما بيبقاش في افضل حالاته. دايما ياسر ما بيغزلش جمهير النادي الأهل أقولك حاجة بس بسيطة لو مارس الكولر نجح في التعامل مع الكرات العرضية دفاعيا خلال هذه الفترة أنا مش هيئس على المباريات قادمة كثيرة فده هيبقى نجاح مطلق لها في الكرة المصرية عمتها منتخبات وفرق وأهل قبل كده كل الناس في مصر عندها مشكلة في الكرات العرضية الدفاعية فلو قدر يعالج ده على مستوى مباريات متكررة ده يبقى إنجاز عظيم يحسب لوحده كده أتفهم عكم اليوم في المياه لكن خليني أقولك نجاح مهم جدا اللي مرسل كله على صعيد الأرقام لما نتكلم على المباريات الواحد وعشرين الأخير هبقلكش بعلمات شوالا تنين ولا تنين واحد وعشرين مباراة الأهل طلع كلين شيت في تلاتاشر مباراة في كل المسابقات كلمش على المحلي أو الأفريق الاتنين مع بعض آخر واحد وعشرين مباراة لعبهم النادي الأهلي قدر إنه يطلع بكلين شيت في تلاتاشر سجل في تسعتاشر مباراة من الواحد وعشرين نجاح لمنظومة إنت هنا ما بتتكلمش يا كريم على نجاح دفاعي أو نجاح حجومي أنا بقولك سجل في تسعتاشر مباراة من الواحد وعشرين واحتفظ بنظافة شباكه في تلاتاشر مباراة واللي المباراة الرابعة على التوالي في دوري أفطال أفريقيا يكفي إنه أقولك إنه النادي الأهلي والفريل وحيد من التواني وكال عادة naadi الاهلي في رقش معه اول والاصر هل من المجموعات مختلفة تماما على الНوكاوت والناس اللي كان بتشبه الاهلي بريد المدريد هو الاهلي فعلا هو الريع المدريد افريقيا الاهلي دور المجموعات مختلفة تماما على الان الهلي نهاردة بتتكلم على انه بيوصل لـ7 مرات من اخر 8 سنين للسمفاينل الاهلي واصل للسمفاينل 19 مباراة ويمكن فقل حسن على جمهير النادي الاهلي انه 19 مباراة الاهلي في 15 مناسبة من التمنتشر اللي فاته نجح ان يوصل للفاينل قبل ما الاهلي يلاعب الترجي ثلاث مباريات فقط النادي الاهلي ودع السيمي فاينل أرقام كبيرة وأرقام مهمة مش بس بقف عند مباراة النهاردة لكن مرسي الكولر بيكمل مسارته وبيصلح أخطاءه وده أهم حاجة قدر انه يحفظ الكرة الأفريقية يفهم الكرة الأفريقية بلاعب الرجاء النهاردة بسلوب شمال أفريقي بحت بلاعب الرجاء على ملعبه فسطة خمسين ألف وتفرق تحت ضغط جماهير كبير جدا بسلوب شمال أفريقي بحت قدر انه مصطلح كده ما بين قصين يعني فيما يسمى كده في شمال أفريقي الكلاحة الكراوي أنا قادر ازاي زهقك من الكرة انت بتحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بكل الطرق مش قادر عادة لاختراك ثلاث مرات لتجابها اليوم نحن عارف عجبني ايه في الآلف في الشيط الأول كمان فكرة الاه لعب بطريقة لعب شمال أفريقي في الشيط الأول طبعا أنا هادي ولو حد هيستفز فانتا اللي هتستفز مش أنا استنيك تغلط بالزبط كده عاش كده أنا سرخت مع الكرة بتاع الديانج مع ضربة الجزاء ليه سرخت انه الاهلي ثابت وايف على رجله وانا متأكد انه مرس الكرة بعد الشيط الأول كان هيتطلع يسقف لهم يقول لهم انتم تمام بنسبة كبيرة فيعني هنتكلم مع ضربة الجزاء دي شوية معاك بس نروح لفاصل يلا بي عشان لازم نروح لفاصل الحوار بقى محمد جمال بصراحة جيمي جامد جدا يا جماعة محلل جامد جدا لسه مكملين معا جيمي نكمل معا تحليل عظيم عن مباراة الأهلي والرجاء بعد هذا الفاصل خليكم معاك يعلم بحضراتكم مرة أخرى طب جيمي ايه تاني النهاردة شفته كان مميز في النادي الهدي انه الأهلي بيلعب واحدة واحدة ده مهم جدا جدا سواء بتلعب مباراة وجمية او مباراة دفاعية لازم تحتفظ وتلتزم بالسيستم اللي الراجل عامله وده اللي الأهلي عملوا في معظم أوقات المباراة زي ما قلت لك هما الثلاث اختراقات اللي حصلوا من الناحى الشمال للرجاء اليمين بتاع النادي الأهلي واللي هما اللقطتين المؤثرين في المباراة التصويب اللي كانت من جواة 18 اللي شاء الله محمد الشيناوي من الزوية الدقيقة والكرة الثانية اللي اتحسبت راكل الجزاء هما دول الغلطتين بس إنما أهل الطول الوقت قادر يقفل كومباكت قادر يقفل الأجناحة بشكل ممتاز عشان كده بقول لك محمد هاني عمل مباراة كبيرة لأن لو ديانجي مقدمشوا مباراة كبيرة في الشوط الأول كان ممتاز في الشوط الثاني لكن في الشوط الأول فمحمد هاني كان لوحده برسيته ما كانش بيرجع يدافع فمحمد هاني كان لوحده وكمان ياسر إبراهيم عشان كده بقول لك هاني وياسر إبراهيم قفلوا الجابهة اليمين وعملوا أكثر من الإقدار عليه قصتهم في الشوت التاني ورغم كده الاختراقين الوحيدين اللي حصلوا واحد راكلة الجزاء اللي خلينا أقول لك يا راكلة الجزاء حصلت ليه مش بس إزاي تم تفضية الناحية اللي مين ودي كانت اللعيب أو الغلطة اللي غلطتها ليه راكلة الجزاء حصلت النهاردة للنادي الأهل خلينا لما الصور تجهز بتاعة راكلة الجزاء من أولها خلص يا كريم هاتوا جماعة صورة راكلة الجزاء في وسط الملعب الناس كلها انت لما تيجي بص ناس دايما بيبص على لقتها الأخيرة انه ديانج حط رجله مع الراجل بص بص الكورة فين بص الكورة وتجميع الرجاء أولا الغلطة الأولانية الراجل راجئ أهولو بيستلم في وسط الملعب لوحده هنا مستني ديانج ومستني تاورة حين يعملوا الضاب لبع على المدافع وسيبين وفضين وسط الملعب خالص هات الفريم اللي بعده هتلاقي راجئ أهولو بيستلم بتتحط هنا كامل الفريم اللي بعده أسرع هتلاقي الراجل هنا استلم فضة اتحط هينزل الراجل زريدة هينزل من هو الشادو سترايكرا هينزل تحت يستلم الغلطة بقى تبقى فين بعد ما ديانج ووتاو كانوا بيتغطوا على الحيطين يمين هيروخ ضمين كلهم الجوة الملعب هنا كان ملتزموش باللي طالوا مارس الكولر ان كل اللعيب عنده مربع بيشتغل فيه وده اللي بيحصل في التمرين بالمناسب ده اللي بيحصل في التمرين علشان خلفوا تعليمات مارس الكولر الاهلي عصرت عليه راكلة الجزاء كمّل هبان بعد دي بفريمين كمّل تاني بص هنا التجميع ابتدى حمدي ضغط متأخر كمّل واحدة كمان بص اللعيبات كلها بص يا كريم عندك كلت الملعب بالطول ناحية اليمين فاضي تماما هاني عامل دوره بصح مية في المية انه داخل قافل جوا بيعمل التخطية العكسية ياسر منع بنازل تحت مع حمزة خابة عشان عشان ما يخلوش يستلم مع لول واقف تحت بص بقى حسين مروان ديانج حمدي الاربعة في مربع عشرة متر سايبين الناحية الشمال فاضية تماما فاللعبات سحبت مالتزموش بالاماكن اتسحبوا كلهم تحت الكورة ركزوا عالكورة مركزوش عالاماكن زي اللي حصل في باقي المباراة فلما تسحبوا الفرقة كلها ناحية الشمال وفي وسط الملعب كمّل الفريم اللي بعده هتلاقي في اربعين متر فاضية فين بقى ابتالت لما لعبت الاهلي ترجع وياسر روح يستلم من محمد هاني ومحمد هاني يطلع اتعامل على هاني الدابلوب وقع كمّل الفريم اللي بعده كمّل تاني كمان الراجل بص هنا ارجع تاني معلش ارجع الفريم اللي بعد بص كريم هنا هاني مش عارف لا يروح للراجل اللي معاك كورة لانه معقول عليه دابلوب معقول عليه اتنين على واحد مش عارف يطلع للرجل ده ولا يروح يكمل لانه العبا ديانج راح متأخر لانه كان في وسط الملعب وعمل الترحيل غلط واللعب كله عمل الترحيل غلط كمّل تاني كمّل تاني كمان واحدة بص هنا ديانج راح امتى راح في الاخر خالص الطبيعي ديانج كمّل الفريم اللي بعده ما كانش يحط رجله مع الراجل بالشكل ده لانه مقفول عليه الراجل ما عنده زاوي التصويب والعنده اي حاجة ممكن يعملها اقصى حاجة هيرجع يحطها للعب اللي بيشاور له بيديه رقم عشرة الزرهوني اقصى حاجة يحطها لبرة اللي رايح معاه حمدي فتحي فانت استعجلت واتهورت وحطت رجلك واللعب حاجز برجله الشمال عليك ما تعملش كده خليك مكمل معاه بحيث لما ييجي يصوب الراجل ما كانش هيصوب الراجل لسه كان بيحجز على الكورة حطت رجلك معاه ارتكبت ضرب الجزاء هنا راكلت الجزاء مش بس نتيجة غلطة الديانج لا هي نتيجة غلطة المجموعة في تطبيق السيستم من الغلطات النادرة اللي حصلت النهاردة في مباراة الرجاء ان الترحيل ما كانش صحيح الكمباكت جيم والسيستم ما كانش كما ينبغي الاهل في ده 44 دقيقة عاملوا بشكل نموذج غلطة واحدة في التصويب اللي كانت على الشناوي ودي كانت الغلطة التانية والعقاب كان فوري براكل الجزاء على الـ UDM نفسك تقول حاجة تاني عايز اقول انه مباراة السيمي فاينل مباراة مهمة جدا جدا ترجي طبعا الاهلى هيواجه الترجي بعد التعادل فيه النهاردة الترجي وشبيبة القبائل مباراة كان فيها شغب جمهيري كبير جدا وبالمناسبة الهيئة التونسية لمقاومة الشغب كانوا أصدروا تعليمات وبيان لفريق الترجي بعد إقاف جمهير الترجي مباراتين محليتين بسبب نفس أعمال الشغب في مبارات السفاقسي ومبارات النجم الساحلي ان المباراتين القادمتين عقوبة مع إقاف التنفيذ في مبارات الصفاقسي واتفع عائلة في مباراة النجم الساحلي مباراتين ضد الترجي كان فيه عقوبة على الترجي في 2021 زي ما انت قلت يا كريم في المقدمة بأنه في عقوبة بمباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ في حالة تكرار الشغب أظن ما فيه شغب أكتر من كده النهاردة المعين دي المباراة متوقفة والحكام كان مصر على عدم استكمال المباراة لو لا أنه كمل المباراة بعد ما تم إقناعه من مسئولية التونسين قولا واحدة مسئولية ملقاة على عطق الكاف في المقام الأول ارساق مبدأ اللعب النظيف وحماية كامل عناصر اللعبة سواء بعثة النادي الأهلي أو اللعبين خاصة أن مباراة الزهاب هستقام أولا في الغالب يوم 12 مايو القادم إن شاء الله في تونس مباراة العودة في القاهرة اتنين ما فيش مجال للنادي الأهلي أنه لا يضغط من أجل الحسول فقط على حقه بأنه يلعب المباراة القادمة يوم 12 في تونس بدون جمهور هنا الأهلي ما بيطلبش قرار جديد الأهلي بيطلب بتفعيل القرار السابق أنه عقوبة إيقاف مباراتين مع إيقاف التنفيذ النهاردة كان فيش أغب الأمر بالنسبالي محسوم تماما على قدارة النادي الأهلي من الغد والكاف اصدار قرار أنه مباراة 12 مايو إن شاء الله في تونس تكون بدون جمهور بالمناسبة احترام كامل لجماهير التراجي احترام كامل لجماهير التونسية نحن نتحدث هنا عن مصلحة للنادي الأهلي مصلحة للنادي الأهلي إنه بالتأكيد يلعب مبارات التراجي في تونس دون جماهير التراجي دي هتدي أفضلية أكيد لنادي الأهلي وإن كان وإن كان نادي الأهلي النهاردة يلعب أمام أكثر من 40 ألف ومشجع للرجاء وأمام ملعب أو في ملعب صعب جدا هو ملعب محمد الخامس ورغم كده النادي الأهلي عمل مباراة كبيرة جدا فالنادي الأهلي ما يلاقش من الجماهير بس بالتأكيد لو ما فيش جماهير في أفضلية للنادي الأهلي قبل ما تقفل بمناسبة مباراة الترجي أنا ما أتكلمش أنا عشان المباراة تكون بدون جمهور النادي الأهلي عنده رقم مميز جدا في 8 مباراة في 8 مباراة خدهم زهابا إيابا في النسخ الثمانية الأخيرة الأهلي كسب في 16 مباراة زهابا إيابا الأهلي كسب 6 مباراة على أرضه ومباراة واحدة خارج الأرض كانت على حساب الترجي في تولس بجمهور كامل بلعب بساعة كاملة فإحنا هنا بنتكلم إرساء مبدأ العدالة وحصول النادي الأهلي على حقهم شكتر جيمانا بشكرا جزيلا جزيلا كالعدم ومميز هراء يا جد بشكرا كريم لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل النجم الكبير كابتن محمد عبدالله هيكون معنا للحديث عن هذه المباراة أيضا خليكم معنا يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني منورني في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد عبدالله ده محمد مشرف ومنور بس لسهل المأمورية شوية مباراة القاهر مباراة إزاي مكسب. يعتبر على الورق مكسب مريح. اتنين الصفر. يعني اللي اقدر الله عشان تخسر. انت عايز على القل يعني تخسر تلاتة او يعني عايز منك مجود اه شوك زي ما بقوله. انما نادي الاله لقدر المباراة الراجل داره بشكل كويس جدا. عنده اشتغل على كذا سيناريو. وفعلا طول ما الوقت بيمره زي ما هو. وفعلا ممكن يكون الالكلام ده اللي عبت. وده اللي حصل. وده الوقت ده الطبيعي. ان اول عشرة ده ربع ساعة مع امتصاص الجماهير اللي انت شايفها اللي هي المفروض. نمرت نيل على العالم جمهور الرجاء ده. اه لا طبعا شابون نهارده كلر. شابون اللعيبة بجد يعني عمل مباراة هيلة. دفاعيا بالاخص. انت ممكن ما شفتش نادي الاله الا في التلت ساعة في اخر المباراة. انما من بداية الجيم. عاملين جيم دفاع هايل جدا خطوط قريبة من بعض. اه عارفين هم مرايحين عايزين ايه. يعني عارفين ان قدر الله في اي مشكلة حصل ببينات المباراة. يجي ما يتصعب. انما لأ هو اخد المباراة زي ما هو عايز. كيف المباراة على كيف هو. وده ادى للنتيجة اللي انت شايفها. والكلام ده سابق لمتشات اخيرة. ولو تفتكر للحالات السابقة لما كنا مع بعض انا قلتلك لو نادي الاهلي ان شاء الله عدى دور المجموعة هياخد البطولة. انا فاكر انت في النص مباراة دور المجموعة قلتلي انا حاس ان اهلي وزمارك هيخرجه. بالزبط. بس جيت بعد كده قلتلي لو الاهلي قدر يسهب. قدر عدى دور المجموعة لها لياخد البطولة. ياخد البطولة. ونادي الاهلي هياخد البطولة. صح. انا فاكر. نادي الاهلي هياخد البطولة. وفي البداية خالص في بداية المباراة. سندونز. هقول لك على الحاجة صندونز في النهائي. اه. ويعالم الله اعلم بس ثم اقرب فرقة دلوقتي للنهائي. اه مع عم هيلعبوا الوداد. هيلعبوا الوداد. والوداد مش بقوة الرجاء كمان في في الوقت اللي احنا شفناه. اه. إنما ساندون زي انا بقولك لو حصل نصيبه نادي الاهلي وصل المباراة الاهلي بردو الترجي مسهل. اه. نادي الاهلي هيكسب بره وجوه. ترجي? ترجي بره وجوه. اه. وفتكر اله. بره وجوه دي عشان الاهلي هيلي عن مباراة الزهاب في تونس بدون جماهير الترجي. بالعكس حتى لو بجماهير. اه. نادي الاهلي ليه الأفضلية في الفترات الاخيرة على الترجي. اه. نادي الاهلي فعلا في السنوات الاخيرة مخسرش على مباراة واحدة. وبفعل فعل بتاع الرامو اللي كان الهدف اللي بيديه. غير كده لا نادي الاهلي متسيد على الترجي في الفترات الاخيرة. وانا بقولك نادي الاهلي قادر بمجموعة العبادي بالشكل اللي احنا شفناه النهارده انه يقدر يكسب بره وجوه. والترجي مش بقوة الرجاق. الترجي مع قامل اللي احترام برضو فرعة محترمة طبعا ولها باع ولها تاريخ في دور ابطال افريكا. انما اللي بقول لك مش بقوة الرجاء في الفترة دي. انما نادي الاهلي قادر نكسب برا وجوه. وتقول يكسب سانداونز كمان في النهاية. هيكسب سانداونز. طب ايه اللي هيفرق سانداونز المباراة الشهيرة اللي كانت موجودة في دول المجموعة مش عايزة تذكرها. مش تكرر تاني. مش تكرر تاني. خالص. ليه بقى? مش نادي الاهلي اللي من فرقة مرتين. خسر منهم قبل كده. بس برضو ماتشات اللي هي رايحة جاية. واكسبهم هناك. ده وضع طبيعي. انما نادي الاهلي ما بيوصل للنهايات صعب ان تخرج منه. عشان الاهلي تحسن? كتير. ومش نادي الاهلي اللي تليده مرتين. ومفروض ان هيبقى فيه طار بايت. وطار قوي جدا كمان. وهم فعلا ممكن يكون بيتمنوا انه يعد الترجي عشان يروحوا يقابلوا صانداونز. ويتمنوا ان صانداونز يصعب عشان يبقى فعلا زي ويقولك ايه دي التعليمة الكبيرة. تكسبتني خمسة متاح. بدون مجمعيت. بس عادي. ده ماتش بتلاتة بونت. خمسة زي عشرة زي واحد. المحاصلة في الاخر ايه? تلاتة بونت. انما لما اخد منك بطولة دي اللي هتفرق. دي اللي هتفرق. البطولة بتوجع. عجبني السيناريو. اه طبعا. انت رسمتلي السيناريو. لا لا ده طبيعي. اخليت ناسلح في السيناريو تمانية. وخسر اربعة. والريال بيخسر. اعظم فرق في العالم بتخسر. بس اعظم فرق في العالم بيبقى ليها رد. وردها بتبقى قوي. نفس الحل هيبقى رد نادي الاهلي. على صانداونز ان شو الله في المباراة النهائية هيبقى قوي جدا. ان شاء الله. بإذن الله. نرجع لمباراة النهاردة. عايز اعليك على واحد الاول قبل ما اسألك على الشكل التي تجد. اسألك على محمد هيني. يراك في محمد هيني. بقاله فترة ماشي لحد جميل بشكل كويس. اه كويس. بتابع ده? اه طبعا. انت يعني بقى مركزك. لا 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 لا. بقاله فترة فعلا ماشي بشكل كويس جدا. حتى مباراة المنتخبات ده بشكل كويس. يعني فعلا انا بقول لك هاني. لما بيركز بيبدع. وده الكلام اللي كنا اتكلمت معنا وانت وحسن. كل واحد عارف واجبات مركزه. كل واحد بيبدع في المكان بتاعه. انا فاكر الجدال اللي بينك وبين الكلام بالضبط عشان اكرم. محمد هيني واكرم توفيق. فانت قلت لو محمد هيني في حالته يلعب محمد هيني. يلعب. يلعب لاي حد. اه. وهاني من الخامات الكويسة. ولازم يبقى عنده ثقة بنفسه. ولازم يعرف ان هو فعلا خلاص بعنصر مهم. في نادي الالي وفي منتخب مصر. ما ينفعش بقلعب. في نادي الالي ومنتخب مصر. اه ماشي على سطر وسطر لأ. 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 اه مباراة. شوت. انما مش ما يجليش فترة اخش في كاب ولا. هاني في الفترة الاخيرة بصراحة ماشي بشكل كويس. بدنيا نوقف على الرجل بشكل كويس. بيدافع بشكل كويس. حتى الحتة الوجومية بدأ يتحسن فيها بشكل كبير. حلوله بقت اكتر. انما لا انا بقول لك النهاردة هاني عمل مباراة دفاعية. هيلة هيلة يعني. باستثنى ممكن الخطأ اللي حصل منه ضربة الجزاء. وبرضه هو ما يتحملوش بشكل. انا بنتكلم في لو في الاخر. الحالة كلها مجموعة. عشان اتكلم على فرض. او اتكلم عن بداية الهجمة او بداية الكورة. لا كمجموعة. من اول كهرباء لحد الشنية وهو اللي يشيلو الليلة دي. او يشيل الخطأ اللي حصل ده. محمد يعني. انا بكلمك انت بقى وانت في مركز زهير ايمان. وانت ايام عنديد من ده ساعات في موراية اكيز. انك تبقى كزهير ايمان متلاقيش دعم من الجناح. بالزبط. ولا دعم من لعيبة الوسط. فهتيبقى عندك. واقوى جابها عند الرجاء. النهاردة هي جابها اليسرى. جابها اليسرى. عندهم بكلمك. حاجة محترمة. وعندهم الهاف الجزائري ده. طبا. حاجة محترمة جدا. انما النهاردة اشتغل عليهم بشكل كويس. اه وضع طبيعي. ما فيش حد ما ما بيترقص. ما فيش حد ما بيخرجش بره الجمع. ولو ثواني ولو كسر بالساني. ده طبيعي في في الكورة. انما هاني عمل مباراك هيلة على طوال التسعين ديالة. ادى ما عليه. اه خرج على الاقل من ناحية انا. يعني يا بتتقاس. اتعمل من ناحية كام كروست. اه تلعب علي كام اوفرلاب. اه. عدا مني كام مرة. ليه المواجهات الفردة اللي بتحصل. اهاني النهاردة بشكل كويس. وده دليل المباراة اللي فاتت. يعني انا مش جاي باخد قطعة واحدة وبتعمل بالقطعة. لا انت عندك داتا. بقى لك فترة اشغال بشكل كويس. فده اللي خليك النهاردة تبقى واقف على رجليك وتقدم مباراة عالية زي النهاردة. نهاردة كان لسه يا جمال قبل ما ما انت تدخل كان جاي برقب حلو. اتنين واربعين عرضية على الاهل النهاردة. طبيعيا. منهم خمسة بس وسل لعبة الرجاء. انها دي الاهل النهاردة تتعامل مع عرضيات وقرات السلطة بشكل معه. لا لا لان انت عندك اتنين قلب دفعا كان عبد المنع او ياسر. النهاردة الله اكبر على الاتنين. الاتنين اولا بيلعبوا بيلعبوا بشكل كويس جدا. اه. ايس على ذلك ان هم حتة الشراس عندهم عالي قوي. مع العلم ان فيه كم يعني كم اطوال في فرقة الرجاء. انما النهاردة قدروا يتعامل معهم بشكل كويس. وكان برضو من ورام الشيناوي قدى بشكل كويس. اتمنى ان الحالة دي تفضل لحد نهاية البطولة. لو مشيت بالشكل ده لنهاية البطولة. انا بقولك البطولة سهلة تبقى جدا جوا الجزيرة. مش هتخرج. هي ومطلوب الروح. مطلوب الانسجام ده. مطلوب الحالة الدفعية. انا قلت لك الفرقة اللي بتعرف تدافع. بتعرف تكسب. والدليل النهاردة. النهاردة لو نادي القليل فتح خطوطه. او عايز يهاجم. او حتى لو هو طمعان شوية. ممكن كان يطلط. لما فعلا الفرقة اللي بتعرف تدافع. ودفع منظم بتعرف تكسب. وده اللي حصل. النهاردة انا عايز اي من المباراة. عايز اخرج منها سليل. عارفت اجيب خير وباركة. معارفتش خلاص ما يخشش بها. وده للراجل طبقه النهاردة بشكل كويس. طيب. النهاردة ما اتفاجئتش في اي لحظة. والتشكيل بيعلن. ياسر ابراهيم هو الاساسي مش محمود متولي. لا ما اتفاجئتش. لان محمود متولي المباراة اللي عداه هنا. مباراة الزهاب. ما كانش بالشكل او ما عداش بالشكل المطلوب. يعني كان عنده بعض الاخطاء. والراجل النهاردة اشتمل بشكل كويس. انت مش محتاج انت مش عايز تلعب كورة. مش محتاج ان انت تبني هجمة من تحت. كنت ممكن بتعمل الكلام ده هنا عشان على ملعبك وسط جمهورك. وانت محتاج ان انت تطلع بكورة بشكل كويس. النهاردة انت محتاج اتنين يعرفوا يتعاملوا مع اللونج باس الطولي مع الكورسات العرضية. مع الالتحامات القوية. كل الكلام ده لان النهاردة الراجل فعلا دار المباراة. تشكيله كان مناسب جدا. آآ باستثنى ممكن يعني كان عندي تحفو شوية ان انت مثلا ايه? عايز راس حربة صريحة. يعني كهرباء النهاردة ممكن طوال المباراة. او لحد ما طلع مش حاسس به. كنت محتاج فعلا محمد شريف. محطة بيعرف فيه وقف على كورته بشكل كويس. ده كان ممكن يبقى فيه تنوية شوية. صح. انما الاتنين اللي اتحطوا النهاردة كان ياسر او آآ محمد عبد المنم. لا آآ قرار موفق جدا والحمده لانه خرجت بالشكل. بدأت حس انه الاهل ثلاثية وسط الملعب المثالية بالنسبة له عبدالآ آآ حمد فتحي ويه قاله ديانج مرانة عطيه ولا شايف انه لازم التلاتة دول يتغير فيهم حاجة. لا مش يتغير هو بالعكس. هو الراجل شغال بشكل كويس جدا. هو دلوقتي هو من ال من اللي التلاتة بيتغيروا عليه. مروان. صح. كان ديانج بيغير. الصلاة بيغير. آآ حمد فتحي بغير. آآ والكوندوسي بيغير. إنما مرواني الوحيد اللي ثابت. وفعلا دي من الصفقات النكحة جدا اللي النادي لاي في الفترة الاخيرة. من ساعة ما حاطة رجليه بشكل كويس. خدت جرعة واحدة واحدة. لحد ما تأقلم على الأجواء. تأقلم على تشيرت النادي لاي. تأقلم على الجماير. أدى وحاجة محترمة. مكسب لنادي لاي ومكسب للمتخب مصر في الفترة اللي جاي. طيب. ليه أفشع ما ليه بعد؟ هو. هو؟ طبعا. آآ. طبعا. ما زي ما بقول لك إيه. لما بنيجي نقول إيه. ده أنا أنا عايز أمشي من المكان ده. أو هما بيمشوني. لا. محدش بيمشي حد. إنت الملعب كان تمرين أو مباريات. والتمرين زي المباراة. تركيزك هنا زي تركيزك هنا. إنت أفشل قبل كده. إنت حاسس بيه الفترات الاخيرة من سنة. أفشل حد مثلا مباراة المباراة الشهيرة القادية ممكن بتاع نات الزمالك. إنت شاف أفشل من بعدها مش حاسس بيه. نادران يعني. نادران يعني. بس ما ينفعش. لعيب بحجم أفشة. أو لعيب يلعب في نادي الأهلي. ألعب مباراة واستنى عليها عشرة. صح. لا. إنت عايز عندك الاستمرارية والاستمرار دي مطلوبة في شغلينة بمعنى أصح. طول ما انت رجلك في الملعب وشغل بشكل كويس. عمر الناس ما هتبعدك. ولا عمر الراجل هيبقى عارف أنه عنده لعيب بيتكسبه. ويحط على الدكة أو هيبقى خارج حساباته. سؤال فاني يا كابتر محمد. انا بس لكابتر محمد عبدالقر المدرب بقى مش اللعب. مش فيها حيانا اللعيب ما بتعرفش تنسجم مع طريقة اللعب. يعني مثلا دلوقتي الراجل بيلعب اربعة تلاتة تلاتة اللي هي الصريحة. اللوقتي ثمانيات وواحد ستة. تمام. وافشة هو اللعب رقم عشر التقليدي يعني. تمام. فممكن ما يكونش تأثير من محمد مجدي اكتر من طريقة لعبة مش ما تتنسبش معي. بص. اعمل ايه انا يسعيتها? انا كلاعبة اعمل ايه? الدور يعمل. الهازي ما اشتغل على نفسي. وما فيش حاجة اسمها طريقة ما معرفش اشتغل فيها. اولا اقول لك على حاجة. التمانيتين زي العشر. اللي اتنين بيقدوا دور واحد. اقول لك على حاجة. حمدي فتحي. الفترات اول ما اول ما جيه. كان بالتطور ده. حمدي فتحي اللي هو اللي مكاسب ندري المباراة. لعب موسيماني كان بيلعبو سنتر باك. سنتر باك. بيلعب تالت فوس. بيلعبو وشبه مهاجم. وده دور التمانية. صح. ده دور التمانية. انت على طول انت ما بتشتغلش تمانية صريحة. انت بشتغل فر والتاني. صح. على حسب اتجاه الكرافين. ام. او ده الفر او ده اللي يقول لك ايه? اللعاب الخافي. اللي جاي من تحت ما حدش شايفه. صح. ده دور التمانيتين. انما افشا لازم يغير. بل بالعكس انت ممكن تكون كورتك اعلى من حمدي. اعلى من ديانج. طب. اعلى من السلية. رجلك احسن. رجلك احسن من هم على الجون. صح. ووضع طبيعي لازم. انما في الفرق بين الاتنين. ان ده عايز. ده مش عايز. ممكن انا يكون عندي حاجات انا مش مش قادرة مش اشتغلها في المكان ده. انما المكان هو هو. ممكن او يعني بتختلف شوية ايه? الحتة الدفاعية. بل بالعكس الكورة الحديثة دلوقتي او الكورة المعروفة في العالم. انه كله تحت الكورة. فمطلوب منك انك هتلعب في بوزيشن بتاعك. اختلفت ايه? الخامسة متر دول اللي فوق او تحت. لا. انما هو لازم المشكلة عنده هو. مش عند الراجب. بالعكس. طول ما هو مشغال وبشكل كويس هو هتكسبني. وهلاقيك انت افضل من ناس كتير عمري ما هبيعك. مش حايز ان بيرس تاو بدأ ينساجم مع النادي الاهلي وبدأ يعمل مباراة كبيرة. تاني. او انا جاي لك اهو. طي. حاسس ولا مش حاسس? لا مش حاسس. لسه مش حاسس. انا عرف انت مش مختنع بيرس تاو. مختنع. بس هو بقاله فترة بيقدم مباراة كبيرة مع النادي الاهلي. النهاردة كان كويس? يعني الفرقة كان بتدافع. طبيعي. ما الفرقة كلها كان بتدافع. ماشي. بس في المناسبة. لو عايز رأيي. ماتش زياب. انا شايف ان بيرس تاو كان من اقل يعني اللعيبة كلها قدت مباراة دفاعية. بس بيرس كان مطلوب منه حتة زيادة. بالزلط. بالزلط. بس على المباراة الماضية بيرس تاو عمل مباراة كويس? طيب. مباراة ازياب كان كويس? اللي حد كبير في رأيي. لا. طبعا رأيك يحترم. طبعا ورأيك يحترم. تعال هاتلي اخر مباراة الدوري. اخر مباراة الدوري بالاخص. بيرس تاو جات له فترة مباراة الهلال هنا. عمل حاجة كويسة. مباراة سانداونز لك. سانداونز لك عمل حالة. انا بكلمك بقى من بعد مباراة الهلال هنا. هاتلي بيرس تاو شوفه عامل ازاي. ده بيرس تاو بتاع سانداونز الخارجي. ماتش النادي نالي خسره. شايفه بيتحسن كتير يا كابتالي عبدالله. يعني حتى من فترة قلت ان اخينا الاهل يضم بيرس تاو. اهو انا جاي بمحترف عشان شايفه بيتحسن ولا المفروض المحترف ده يبقى جاي صانع الفريق اساسا معي. لا انا مش جاي لك لسه انت لسه جاي تتعلم عندي او لسه جاي على ما. لا انت بقى لك فترة في نادي الاهل. وده اللي بيتكلم معك فيه. ما ينفعش ابقى ماشي على سطر واسيب سطر. لا انت طول الوقت انت لازم تبقى مميز عن المجموعة اللي هي بتاعت النادي الاهل. ليه انت في الاوف الاخر. انت اسمك لعيب محترف. اقول لك على حاجة. علي معلول. بقاله ست اسمي في نادي الاهل. فيه كلام على علي. لا. ما نقدرش الكلمة. عشان علي طول الوقت. انت بتقولي انك لازم تبقى مميز عن اللعيبة اللي موجودة. طبعا. صح كده? طبعا. لو اعتبرنا انه بدأ مرسيكور يوظف حسين الشحات ناحية الشمال. لو اعتبرنا خلاص ناحية الشمال حسين الشحات موجود فيها. جميل. مين افضل من بيرستاو ناحية اليمين? والله في طاهر. في احمد عبدالقادر اللي بيعد وبعد نفسه. انت شافي طاهر و احمد عبدالقادر افضل من بيرستاو. ممكن. شافه افضل من بيرستاو. احمد عبدالقادر بالاخص. حلوله اكتر. طب و انت قطي اللوات يا احمد عبدالقادر بعد نفسه. ازاي? بالمشاكل اللي حاصلت المشكلة الاخيرة. راجل كان يعني اقول لك مثلا هو الفرقة. هو روح الفرقة. صح. و مارسيكور كان بيعتمد عليه كتير. بيعتمد عليه كتير. صح. طب مبالك بالا وده موجود في فوان حسين دلوقتي. شوف الترفين بتعناد الاهلي. مع فوان كهرباء. مع نزول شريفه في حالته لما ربنا بكرمه. و حمدي فاتح من تحت. و ماروان بالموت على اللي بيقدمها خلال الفترة الاخيرة. كنت شوف تبقى الجبهتين. مع فوان هاني. مع كرصات علي وحلوة علي. شوف في النادي الاهلي كان يبقى عامل ازاي? انت دلوقتي ممكن بتشتغل على جبهة. و الجبهة التانية نايمة. يعني لولا حسين الشحات في الحالة دي. نادي الاهلي كنت ممكن تلاقي تلت الهجوم دلوقتي بعيد تماما. انما لا. حسين مفوء التلت الهجومي بالاخص. فهوان كهرباء والشغل اللي عامله. شريف اللي لما بينزل و ربنا بكرمه. فكل الكلام ده المنظومة كلها مشغالها بشكل كويس. يعني بقول لك على ايها اللي بتبعت نفسها. المشكلة عندك انت. اللي هتبع عنده مدير فني. ولا هتبع عند زميل لك في المرعب. ولا هتبع مع اخصى عليك طبيعي. لا. هي المشكلة عندك. مشكلة عندهم. طبعا. برستاو. برستاو عبدالقادر. عبدالقادر. واتمنى عبدالقادر يراجع براحتك. عشان برستاو تحسن جدا. واتفق معك جدا في ما يخص حميل عبدالقادر. اتمنى ان عبدالقادر يراجع نفسه. لانه عنصر مهم من النادي الاهلي. والفترة اللي جاء منتخب مصر. عظيم جدا. سألك السؤال صعب شويتين. لا اتفضل. بس انا عرف انت بتجاوب الاسئلة الصعبة دي. وهحاول اسيواهبل الصغر المناسبة يعني. الاهلي على مستوى الشكل الفني. مش باتكلم على مين افضل ومن اسوأ. على مستوى الشكل الفني. احسن مع مرسي الكولر ولا مع بيتسو مسي MALي. اذا كلر طبعا. انت جوابت على طول. اه كلر طبع. اه كلر. اه طبعا. اه. طبعا. اه. في كل حاجة. طبعي الي فرق. يعني ايه الفرق بين الاهلي. يعني موزيماني هيفضل الله هو المدرب واحد من انجح مدربين الهني على مرل جدي اقول هنرجع لنفس النقطة تانية هنقول لك نجاح المدرب دي من نادي الاهلي. انما الراجل ده هقول لك على حاجة. زي جريده مثلا ما جينا مسك نادي الاهلي. الراجل ده انا كنت بس تمتع بكرة نادي الاهلي مع الراجل ده. جريده ولا فيلر شبه؟ لا بس جريده بالاخص. نادي الاهلي اولا جريده ما كانش معه فرقة خلي بالك. ما كانش معه فرقة. وجاب بطولة. ولعب كورة. وده الاهم. كنا بقالنا فترات الكورة دي غايبة عن نادي الاهلي. لا الراجل اللي يعب كورة وعمل شكل النادي الاهلي بلعيبة. يعني مش بقوة اللي موجودين في الفترة الحالية ولا اللي كانوا موجودين قبله كمال. طيب عظيم. عايزة رجعتين. ليه قلت مارس الكورة او فترة الاهلي مع مارس الكورة الفنين اللي الوقت افضل من الفترة بتاعت بيتسوم اسمين الراجل اللي نجح جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي مختلف في كل حاجة. اولا بدنيا نقف على الرجلين بشكل كويس قوي. والدليل النهاردة. صح جدا. والفترات اللي فاتت. وده فارق نادي ال عن باقي الفرق اللي في الدوري خارجان وداخليان. كان بيلعب في دورة بطال افريقيا. لا فارق كتير. الرجاء ده مش فرقة بطولة. مباراة الذهاب من الديقة ستين خمسة وستين نادي الاهلي بقى كده وهم كده. النهاردة? نفس الحل النهاردة. صح. يبقى الراجل ده عنده ميزة وشغالة عليها بشكل كويس. ونادي الاهلي استفاد بها بشكل كويس. دفاعيا وتنظميا. انت شفت الفترة دي. في اي فترات في نادي الاهلي. كان النادي الاهلي بيمر بالفترات دي. كنت ممكن تحصل مع موسماني فيه سنة خلل. ما انتش عارف. انما الراجل لأ شغال بشكل كويس. تلت خطوط قريبين جدا لبعض. تنظميا حاجة جميلة جدا. الناس قريبة لبعض. عارفين هم عايزين ايه. فنيا بقى اول امتع والكورة. لأ نادي الاهلي النهاردة حتى في عز الضغط بيعرف يطلع بكورة بشكل كويس. اه انت ملكش شكل. في التلت اللجومي. بس على الاقل انت وصلت الثقة للعبة ان انت قادر تطلع بكورتك. وده اللي كان بيحصل. صح. ده اللي كان بيحصل نهاردة في وسط اتنين تلاتة. لا نادي الاهلي كان على قد امكانيات المباراة هو بيلعبها. صح. وعلى قد مكتول الوقت ما بيمر هو لك الوقت الصالحة. نادي الاهلي اشتعل على دي بشكل كويس. وما كانوش بيفقودوا الكورة بسهولة. لا يعني ممكن بعض اللعيبة بيعمل حاجة يعني مش مش المطلوبة. يا زي مسلا سي كرة كهربا. بدل ما اقف على لا عايز يعملها لونج باس على طول في الجول. قررها برستاو. وممكن تبقى مطلوبة لو مش تلاقيها في الجول. بس لا نادي الاهلي لا ممتعين. اه بقى انا عايز اضيف لك حقيقة كمان. كنت مستمع منك كمان. نمارس الكرة على مستوى الادايا الفردي اللاعبين طور كتير. جدا. انت بتخيل هاني ده اللي كان مطلوب يمشي. بزد. 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 كتير. عد بقى كماني. لا 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 تطور اللاعب اشغال بشكل كويس. اه. اه. اشتاول فردي. اشتا دايبا يقولك المدرب. المدرب مش قولانتو يطور اللاعب. اه زي. اه اشتغل مطيم بس. اه. او انا جاي بحط تشكيل وبشتغل جملات او او بارفعك في الحتة البدنية. لا. انت عندك لعيب لازم تطور عليه. بتطوره. عنده النواقص اللي عنده تشتغل عليها. وده اللي بحصل. مم. وما رونا اعطيها ده. ده بتعلي التحد. استحالة. هو كوالة دي. مخانة كويسة. طبعا. تمام? صح. بس هو ده بتعلي التحد. لا. طبعا. اكيد طبعا. مختلف تماما. صح. حاجة نكهة تانية كده. صح. فلا فالراجل ده باين شغله وباين اداءه وتركيزه مع لعبته. وقادر انه هقول لك الهاجة. هو الثقة اللي موصلة على لعبته هي اللي دي دي الامتع. مم. هو واسق في اللعيبة. ومدوم الثقة. اطلع واشتغل براحتك. مم. واللعابة فعلا مش هيبة اللي هارضة لما اشتغل تحت ضغط جماهيري بالشكل ده. ومباراة صعبة جدا. آآ لأ. لعبت اكيد في الملعب محمد الخابس. لعبت طبعا. الملعب في منطقة الصعوبة. صعب جدا. انا روحت اعادت لكي في المدرجات خفت. لأ فرقة الرجاء دي بالاخص يا جماعة. يعني جمهورهم صعب جدا. صعب جدا. صعب جدا. مم مش اي شجب ولا حاجة. بس اللي اي تفاتوا الصوت العالي. من قبل المباراة ما تبدأ مسلا بساعة ساعتين توم شغالين. لحد المباراة ما بتنتهي. صعب. لا 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 جمهور مرعب. وعليه ده عليهم دبت رجلي في الارض. لقول لك الهاجة. كان كل اللي خوفي النهاردة. اه. مش من اه مش من الفرقة والله. اه. قد ما كان خوفي من الجماهير وضغط الجماهير. صح. ان في لعبة كتير ما لعبتش في الضغط الجماهير ده. يعني ايه على زيك هتلاقي مرة وانا اعطيها ما لعبش اه. يعني عشان. هتلاقي ناس كتير ملاقي حمدي فتحي برضو ما 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 تعودش. يعني حمدي لسه كان جاي. وكان ما كانش في جماهير عندنا حتى لجوة ولا بره. مم. النهاردة اختبار حقيقي اللي لعبت نادي لالي. ونجحه في الاختبار. صحيح. كابتن محمد شربت نهارتك هالعاد. حبيب يا ده كان ختام حلقتنا النهاردة. وكالعادة الجملة المكررة. مبروك للنادي الاهلي. هشوفكم يا رب. على الفخير.